السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين وصفتنا اليوم الرزة البخاري نتسابع مع بعض الخطوات والمقادير بس اذا كنتم اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وكمان لا تنسوا تعملوا علامة الجرس عشان توصلكم كل اشعارات القناة وقبل ما نبدأ فيديو اليوم حابة انكم تشاهدوا الفيديو هذا للاخير عشان في شوية كلام حابة اني اقولها لكم ويلا باسم الواحدة الاحد نبدأ وصفتنا اليوم في البداية بنشوح بصلة نقطع الى شرائح رفي عام مثل ما انتم شايفين وبس تحمر البصلة او يصير لونها واني بناخذ كمية البصل ونتخليها على جنب التزيين طبعا هذا الشيء اختياري وتقدري كمان انك تقطع البصل الى قطع صغار او تخليه مفروم وتحطيه بدل ما تقطع شرائح المهم بعدها بنحط مقدار دجاجة مقطع الى اربع وبنحط عليها كمان جزء مقطع شرائح ستة حبات هيل ستة حبات قرون فل عود قرفة ورقتين غار وملح وفلفل حسب الرغبة ومكعب ماجي وملعقة كبيرة كركم وكمان نص ملعقة كمون وملعقة صغيرة هيل مطحون تقدروا تستغنوا عن المكعب الماجي اذا حسيتوا ان في ضرار عليكم وكمان تقدروا تستغنوا عن ملعقة الهيل اذا مش حابين انكها المهم بعدها بنحرق كل المكونات مع بعض وبنغطي على القدر مدة 10 دقايق حتى تتكشن الدجاج مع البهارات وبعدها بنفتح على القدر وبنضيف ملعقتين كبير المعجون الطماطم واذا حابين تستبدلوها بكوب من عصير الطماطم براحتكم وبنضيف كزبرة مقدر ملعقة وكمان فلفل حار حسب رغبتكم فلفل حار اخضر وثلاث فصوص ثوم مهروس ونحرقهم مع بعض وبعدها بنغلق على القدر ونخليه على نار متوسطة لما يستوي الدجاج تماما وهذا الدجاج بعد ما استوى ولاحظين ان فيه ماء طبعا هذا كله من ماء الدجاج فيه ناس في هذا الوقت بيخلوا والرز يستوي على ماء الدجاج وياخدوا الدجاج ويحمروا بالفرن فما بيش داعي لهذا الخطوة لانه احنا بنخلط بالاخير الرز مع الدجاج المهم انا نقعت الرز لمدة عشر دقائق على ملح مقدار الرز كوب ونص وعلى حسب حاجاتكم في البيت المهم بعدها بضيفة في الدجاج وبخلطهم مع بعض وبنخلي الرز يستوي على ماء الدجاج على نار هادئة وبنغطي عليه باحكام مدة عشرين دقيقة واذا حسيتوا انه يحتاج ماء ويضيفوا قليل ماء بس انت بنتم تزيدوا الكمية وبعدين يحتاجن عليكم المهم هذا بعد ما استوى وكمان انا عملت جنبه طبق اللي هو البطاطا المقليه عوشتها بس بملح وفلفل اسود وثم مطحونة وكزبرة وبعدها قليتها في الزيت لما يحمر ولما يستوي البطاطا نخرجها وبنقدمها في صحنة تقديم الرز يعني كشكل كتزيين وهذا بيكون شكلا نهائي بالعافية اتمنى يا رب اني عجبتكم وصفتنا اليوم واتمنى ان اعجبكم الفيديو فاذا عجبكم لا تنسوا تعملوا اعجاب وكمان اشتركوا في قناتي اذا ما كنتم مشتركين وبالنسبة للكلام اللي انا حابة اقولها لكم انه ان شاء الله في يوم خمسة الشهر الجاي شهر اثنين بنخلص سنة من فتح القناة يعني بيكون عدمي لدى القناة فحابة اشكركم كلكم على دعمكم لي وعلى تعليقاتكم الرائعة لتبرد القلب ويوم خمسة بيكون يوم ميز بالنسبة لي ويمكن طبعا لكم فان شاء الله بسوي كيكة بدون فرن فاذا حابين هذه الفكرة اني اسوي كيكة بدون فرن حابة انكم توصلوني في خلال هذا الاسبوع الى عشرة الف مشترك من جدا حابة اني اوصل لهذا العدد قبل ما خلص السنة فلو سمحتوا وصلوني لهذا العدد ما عليكم الا انكم تنشروا رابط قناتي الى كل اصدقائكم وكل اقاريبكم في مواقع التواصل الاجتماعي او في الواتساب او اي في اي مكان المهم انكم توصلوني الى عشرة الف مشترك انا بحط لكم رابط قناتي في صندوق الوصف اعملوا نسخ ولصق وارسلوه لكل الناس اللي عندكم وخلوهم يشتركوا في قناتي وان شاء الله بانزيد فيديوهاتي وبانزل اكثر على قدر ما استطيع ودمتم في رعاية الله وحفظة احبتي اشتركوا في القناة